السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل حديثنا كيف نرب اولادنا اليوم مع وصية لتربية الاولاد والبنات وهي الصبر على معاناة الحياة وهي الوصية السابعة التي اوصى بها لقمان الحكيم ابنه كنا من قبل نتحدث عن الوصايا وصايا الاب لابنه وهي اعظم وصايا واكرم وصايا نافعة للابناء والبنات لهذا ربنا عز وجل سجلها في كتابه العزيز على لسان لقمان الحكيم من اراد ان يربي اولاده تربية حسنة تربية متكاملة فيها خيري الدنيا والاخرة عليه ان يلتزم بالوصايا المذكورة في سورة لقمان وهي على رؤوس الاصابع اذا تعلمها الابن فان الاباء والامهات سيكونون في وضعية مريحة حينما يكبر يكون جيلا ناجحا ويكون نافعا لنفسه ولأهله ولمجتمعه ولوطنه ولامته ذكرنا من قبل ان لقمان الحكيم لما كان يصي ابنه قال واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ثم امره بالوالدين طاعة الوالدين ووصينا الانسان بوالديه الى ان قال يا بني انها ان تكو مثقل حبة من خردل الى اخر الايات غرضه ان يربيه على المراقبة والمحاسبة الذاتية وايضا لما قال يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر الى ان قال في الوصية السابعة واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور هكذا يوصي لقمان الحكيم ابنه على هذه الوصية الذهبية يحتاج اليها كل الاطفال الصغار وحينما يكبرون يجنون ثمارها كالقوا بعد الكبار الان في حيرة من امرهم ويعانون مصاعب شتى لماذا لانه ما عندهم صبر الصبر هو واحد البذرة عظيمة جدا الانسان محتاج اليها لما تكبر تصير شجرة لها ثمار طيبة الانسان في هذه الحياة مهما خطط ومهما وضع من الجداول وحاول ان يسيطر على مجرية الاحداث في حياته طبعا كتبقى اشياء لا نستطيع ابدا السيطر عليها اطلاقا مثلا لما لم يكن في الحسبان ان يموت لنا قريب او حبيب او فقدان الشخص عزيز لم يكن في الحسبان ولا موضوع في التخطيط ولا في الجدول ويشكل صدمة كبيرة لنا كذلك قد يضيع منك شيء تمين تملكه اوقعت تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وكل هذا جاء خارج عن المخططات والجداول امور خارج عن السيطرة لكي يستطيع الانسان ان يستمر في الحياة بكل طمأنينة وسقينة عليه بالتأكيد تحمل مثل هذه الاحداث لكن اذا لم يتدرب عليها منذ الطفولة المبكرة فانه سوف يصدم لهذا نجد بعض الناس يتعرضون لصدمات نفسية خطيرة ومنهم من يتعرض لضطرابات ومنهم من يتعرض لانتكاسات والله يحفظنا ويحفظكم كين بعض الناس يصابون باحداث فانهم يصابون بشل نصفي ومنهم من يفضل ان ينهي حياته بالانتحار كل هذا لماذا لانه ما عنده نصيب من الصبر فالصبر يكون بالتعلم انما الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم واولادنا وبناتنا مقبلون على الدخول المدرسي وعلينا في المنظومة التربوية التعليمية ان نركز على هذه القيمة الاخلاقية تكون جرعات متتالية لابنائنا وبناتنا حتى يشبوا اقوياء صابرين ليس كل شيء قد يصيبهم بهزة او يصيبهم بانتكاسة فالصبر هو قيمة مهمة في تكوين شخصية الانسان الناجح وكل الاشياء الجميلة في الدنيا تتطلب منا ان نصبر ونحتسب فالتلميذ الصغير اذا اراد ان يحقق نجاحا باهرا عليه ان يعمل بصبر وان يتحمل الصعوبات حتى يصل الى هدفه والمربون من الاباء والامهات اولا في البيت وكذلك الاساتذة والمعلمون عليهم ان يهتموا بتنمية هذه القيمة لدى التلميذ منذ الفصول المبكرة نسمع ان الكثير من الاباء والامهات عندهم مشاكل مع اولادهم في البيت والسبب قلة الصبر عند اولادهم حتى الاطفال هناك مثلا من لا يصبر على انتظار وجبة الطعام لا بد ان يحضر الطعام في الوقت هناك مثلا من لا يصبر على انجاز واستكمال واجبته المدرسية هناك مثلا من لا يصبر على توضيب حجرته وادواته وملابسه دائما مبعتر هذه اشيات تعاني منها الامهات لكن حينما تتطور عند الكبر سوف تصير اشياء اخرى اكبر والصبر لما نعلمه لاطفالنا نغرسه فيهم كما غرسها لقمان الحكيم في قلب ابنه نعلمه كيف ان الغرس لهذه الصفة وهذا الخلق يعلم الاولاد تحمل المفاجآت اذا كانت هناك مفاجأة لم تكن متوقعة فانه لا يصدم اكيد انكم انتم ايه الاحباب الكبار احيانا تتلقون مفاجآت اما في الاسرة واما في العائلة واما في المجتمع واما في الاعلام واما قرارات اما على صعيد عملكم او قرارات على صعيد المنظومة الحكومية كنتم تتفاجأون هناك من لا يصبر وهناك من يكذم غيظه وكذلك لمن اراد ان يحقق النجاحات عليه ان يصبر لان من طلب العلا صهر الليالي ثم ان الصبر يشعر اولادنا بالسلام الداخلي هناك ابناء عندهم كل شي عندهم متاع الدنيا كله يوفره الاباء والامهات لكنهم لا يشعرون بالسلام الداخلي ليتجدهم دوما معرضين لنوع من الهزات خصوصا في سن المراهقة هناك اباء وامهات كتر يشتكون بابناء ان ابناءهم الشباب والشابات ينفلتون من قبضة الاسرة ويشعرون بالاضطرابات خطيرة والسبب انهم ما عندهم سلام داخلي والسلام الداخلي هو يتكون عن طريق الصبر ثم ان الصبر هذا يقوي الشخصية ويعلم الاطفال والاولاد القدرة على التفكير وتطوير هذه القدرة وحل العقبات والمشاكل التي يمكن ان تواجهنا هذه فرصة ايها الاحباب الكرام حتى الكبار منا الكبار منا يحتاجون الى غرس قيمة الصبر في قلوبنا واذا كانت موجودة ينبغي ان نسقيها اكيد ان كل واحد منا فيه بدرة الصبر نحتاج ان نسقيها لكي نتحمل صدمات الحياة الحياة مليئة بالصدمات وبالنكبات وبالمفاجآت الغير الصارة ويوميات يوميات تكون فيها شدائد وكروب ماذا علينا ان نفعل نسقي بدرة الصبر حتى تكبر عندنا ونستطيع ان نواصل المسير هذا الصبر ربنا عز وجل ذكره في القرآن الكريم مرارا وتكرارا كرره اكثر من تسعين مرة في تسعين موضع حتى انه قال في آخر سورة آل عمران يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا وصابروا يعني ان هذه القيمة مهما لكم في الحياة الذي ما عنده صبر في الحياة فانه سوف يصدم وسوف يتعرض الانتكاسة نفسية لابد ان يصبر ويصابر ويرابط يعني مجهود مضاعف قد يقول قائل كيف كيف اتعلم الصبر ربنا قارنه بالصلاة من كان يحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة خصوصا سلاة الفجر وبقية الصلاة الاخرى بوضوئها وخشوعها مع الجماعة في المساجد تعلم الصبر لذا قال ربنا عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين يكفيك قضية تعلم الصبر بالنسبة للكبار هو ان تحافظ على الصلاة في وقتها تحلم انك تواضب على الصلاة في وقتها اذا سمعت الله اكبر اترك ما في يدك وتوجه الى خالقك وتوضى والبس اجود الثياب واطيبها وتوجه الى اقرب مسجد او الى اقرب جماعة وصلي بخشوع واطمئنان سوف تتلقى جرعات كبيرة من الصبر تحميك من اي صدمة وتحميك من اي 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 مصيبة وهكذا ستعيش بسلام عندك السلام الداخلي هذا الصبر يكون على انواع ثلاث كما ذكرها العلماء المختصون هناك الصبر على الطاعة وهناك الصبر عن المحرمات وهناك الصبر على الابتلاءات الصبر على الطاعة يعني الفرائد التي فرضها المولى من صلاة ومن صيام ومن زكاة وحج وعمر وغيرها هذه الطاعة ربنا امرنا بها ان نقرأ القرآن ولا نهجره امرنا بالصلة الرحم ولا نقطعها وغير ذلك من الطاعة نصبر عليها قد تكون شاقة شاقة على النفس ولكن نصبر عليها ونقيمها نسأل ما هي الطاعة التي فرضها المولى ونتفقه في احكمها ونعمل بمقتضاء حكمها هذا يعطيك وحد المدد قوي في الشخصية المتوازنة ثم الصبر عن المحرمات الله سبحانه وتعالى قاصد بحكمته البالغة ان وضع في حياتنا سلسلة من المحرمات هناك من يعشق شرب الخمر هناك من يعشق النساء هناك من يعشق الصهر والليالي الملاح هناك من يعشق المال والتروة هناك من يعشق السلطة واعتلاء الكراسي وهناك من يعشق كذا وكذا وكذا قد تكون اشياء مباحة وقد تكون اشياء محرمة لكنها فيها شهوات وفيها ملدات وتستجيب لمطالب النفس فربنا قال اذا وجهك شيء من هدفه المحرم مال محرم سلطة مزورة مغشوشة او اي شيء من هذا القبيل اتركه اتركه لله اسبر 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 ان الله مع الصابرين ثم هناك اخر من الصبر هو على الطاعات الصبر عن المحرمات والصبر على الابتلاءات هو ان الله تعالى بين الفين والاخرى يضع كل منا كل منا بنستنا يعني الامراء والسفراء والملوك والرؤساء وعمة الشعب وكل الناس يعني كل شيء بشر واحد ربنا اعطانا ابتلاءات كل منا سوف يتحملها على قدر موقعه ومقامه على قدر الابتلاء فعليه ان يصبر قد يبتدك الله بمرض احتار فيه الاطباء قد يبتلك الله تعالى بتهمة بطلة انت منها بريء وتتهم بها ظلما وعدوانا قد تبتل في علاقتك الزوجية بصراعات وخصمات قد تبتل في اولادك ان احدهم عنيد او قد يتوفلك احدهم او 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 غير ذلك هذه ابتلاءات شديدة والعيد بالله الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على الابتلاءات ويمكن ان نختزل كل هذا ايها الاحباب الكرام في حديث جبريل المعروف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لما خلق الجنة زينها وجملها ثم قال لامين الوحي جبريل يا جبريل اذهب فانظر الى الجنة فذهب جبريل فنظر اليها فاندهش رأى من جمالها ورأى ما فيها من نعيم غريب احلى من كل شيء قال اي رب وعزتك لا يسمع بهذه الجنة احد الا دخلها انها جميلة جدا فيها القصور وفيها الانهار تجري من تحتها وفيها الحور العين وفيها الخدم وفيها الولدان وفيها الخلود الابدي ويجتمع العائلة والاحباب ويحيون بعد موتهم وينعمون نعمة عظيمة قال يا رب والله لا يسمع بها احد الا دخلها ثم ربنا عز وجل ماذا فعل حفى الجنة بالمكاره حفاها بالمكاره يعني بالامراض وبمسؤوليات وبابتلاءات فقال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب جبريل ما ان وصل الى باب الجنة حتى تعب تعب مكاره عوائق فقال اي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ان لا يدخلها احد فيها مكاره تصبر تصبر على المكاره تصبر على المحرمات تصبر على الابتلاءات ثم لما خلق الله النار وجعل فيها العذاب الاليم تصعد النار والعياد بالله كأنه جمالة صفر قال يا جبريل اذهب فانظر الى النار فذهب جبريل فنظر اليها فاصبه الفزع قال اي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد فيدخلها ابدا لن يدخلها انها مخيفة جدا ثم ربنا ذهب فحفها بالشهوات حف النار بالشهوات فيها الزنا فيها شرب الخمر فيها اكل الربا فيها اختلاس الاموال فيها ظلم العباد والاستكبار عليهم فيها الشهوات المختلفة فلما نظر اليها جبريل قال يا رب لقد نظرت اليها يا رب خشيت وعزتك وجلالك اللا يبقى احد الا دخلها فيها المتاعلن الطريق دي لا تؤدي لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم حفت طريق الجنة بالمكاره وحفت طريق النار بالشهوات طريق الجنة كيف يقول سيدنا اللونين جات في عجبة كنا عجبة اللي بغي يمشي الجنة خسو يشمر على السعيد يانو خسو يتعب خسو يصبر ويعرق وينشف ويطيح وما يدوانه من الدنيا الا القليل اما طريق النار فقد جاءت في منحضر غاكت تمغاديكت تمغاديم سرسب معها هكذا يشرح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الصبر على الطاعات وعن المحرمات وعلى الابتلاءات نعلم ابناءنا الصغار في المدرسة وايضا في البيت هذه القيمة الاخلاقية ونخبرهم بان الصبر ولو كان مرا فان فيه نعم كثير اول شيء فيه معية الله الله يكون معك اذا كنت صابر ان الله مع الصابرين المعية الله معك اذا كنت صابرا ثم الله تعالى يلقي عليك المحبة والله يحب الصابرين ثم ان الله تعالى يعيدك بالأجر الجزيل يوم القيمة وبدخول الجنة حتى ان هناك مقامات في الجنة لن يبلغها العبد الا بصبره قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يكون له عند الله المنزلة ما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها فهناك مقامات لا تدرك بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالصدقة ولا بالصدقة الرحيم وانما تدرك بالصبر على الابتلاءات فهذه مجموعة من الاشياء الطيبة نحصل عليها اذا اتسامنا بالصبر ولهذا جاء في وصية نقمان ان الاباء والامهات واولياء التلاميذ انهم يعلموا ابناءهم بالصبر لا شك ان الجميع عنده اولاد او عنده بنات وخوز الاطفال الصغار يوصفون عادة بقلة الصبر ما عندهم تحمل وما عندهم الانتظار ولهذا الاباء يبدأون منذ الصغر في تعليم الاولاد مبدأ الصبر فمثلا من بين الاشياء التي ينبغي للوالدين ان يقوموا بها عليهم ان لا يسارعوا الى اعطاء اطفالهم كل ما يطلبونه حالا لابغى الولد او البنياء نعطعوني حالا حتى ولو كانوا في استطاعة كذلك علش كان علموا الصبر بابا بغيت شري لي واحد اللعبة بابا بغيت واحد الفلوس انترى عندك وتعطيه بكل بساطة لا غتعلموا تقول لي هلا الظروف حالية ما مساعداش هناك عراقل في الشوارع محلات سدات اي حاجة فاو شوية المنع باش تعلموا القيمة دي الصبر اما اللي بغاها تعطيها له را غتأدي الضاربة الفاتورة دي الغالية في المستقبل احيانا بعض الاطفال قد يصدمون صدمة كبيرة حينما يكبرون يظنوا بان الحياة سهلة دائما مع والدهم ولكن لما يصيرون يتحملون المسئولية واكتشفوا بانهم ما عندهم لا مهارة ولا عندهم قدرة على تدبير شؤونهم لان الوالدين عطوهم كل شيء ومكنوهم من كل شيء ولم تعلم ابنك شيئا احيانا كرقوا بعض الاطفال وبعض الاولاد يلحون على ابائهم في مثلا قضاء بعض الاشياء اريد النزهة في الحضيقة اريد ان ادب الى المسبح اريد ان نعم قد نلبي له احيانا بعض مطالبه واحيانا لا نلبيها ونقول عندي عذر عندي عذر عندي اعمال عندي انشغالات ولكن سوف اعيدك بني سوف ألبيها الاسبوع المقبل او العطلة المقبلة تربي فيه قيمة الصبر وطبعا اذا وعدت عليك ان تفي بذلك كاللحظ في حياتنا اليومية اعداد الاباء والامهات من اللي يكونوا مع اولادهم ويخلقوا لهم مشاكل يعطونهم الهاتف المحمول او يطوم اي العاب للفيديو باش يبقوا هادئين فقد لقى الاطفال الصغار في هذا الجيل المتأخر مجلهم كعرفوا الترفيه ما هو هو ان يكونوا باستخدام العاب الفيديو واستخدام التكنولوجيا وهذا يؤدي الى واحد النوع عدم التركيز لان الطفل ملكة حبسعلي التكنولوجيا والهاتف المحمول والالعاب الفيديو كيعود قلق وكيعود دجر وهناك من يصبحه عنيف لان هذا يقلل من الصبر والتركيز لديه فمفيد اننا ليس دائما نعطيهم الهاتف النقال ولا نمكنهم من العاب الفيديو ممكن يلعبوا اي حاجة اخرى طريقة جميلة جدا كان يستعملوا بعض الخبراء في تربية الابناء الصبر وهي مثلا الى عندنا واحد الحديقة كان علم فيها الاولاد عملية الزراع نزرع الثمار معينة ونهتم بهذه المزروعات ونراقبها حتى تكبر لان الملكي يبقى ينتظر للمدة الزمنية كيشوف نتائج عمله وصبره حتى اذا اراد الطفل ان يتوقف عن العمل الوالدين كيشجعوه كيقول لابنة تخيل هذه الحديقة لما نبتت غتكبر وترفيها التمار وتنبت فيها الازهار والورود تخيل جمالها وكان قلطيه الاماني الجميلة هو كيبقى صبر معايا ومن بعد كنغرس فيه هاد القيمة دي الصبر ايضا طريقة ربما بالليل قبل ما نعسو كنجمعو ولدتنا الصغار عند فراش النوم ونحكي لهم حكايات ونسرد عليهم قصص ابطالها هم ناس صابرين اما ام صابرة واما طفل صابر واما عاشوز صابر واما حيوان صغير صابر وان هذا الصابر في الاخر يفوز وينال الغنيمة ويحصل على الهدية قصص مثيرة جميلة جدا من نسيج الخيال لكن نريد ان نؤكد بان احسن طريقة لكي نعلم ابناءنا قيمة الصبر عملا بقول سيدنا لقمان واصبر على ما اصابك هي النموذج والقدوة الحسنة اي ان يكون الام والاب وكذلك الاساتد في المدرسة الاستاذ والاستاذ والمعلم والمعلمة هم النموذج والقدوة للاولاد والبنات لان هؤلاء الاطفال الصغار يتعلمون كل شيء من خلال المراقبة لوالديهم ولأولياء امورهم فاذا كان الابا صبورين فانهم سوف يلتقطون من منهم هذه العادة واذا كانوا غير ذلك فيهم عنف فيهم صراخ ويحلو مشاكلهم بنوع من الضغوطات فلن يكون صبور هذا الولد لانه يأخذ منك انت ايتها الام وانت ايها الاب وكذلك ايها المدرس والمدرسة الاولاد يأخذون السلوك من ابائهم ومن معلمهم ولهذا فلابد ان تكون القدوة الحسنة والنموذج الامتل لماذا ربنا عز وجل جعل لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النموذج الامتل لان فيه الاتباع لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يربي ابناءنا وبناتنا على الايمان والتقوى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون اولادنا وبناتنا افضل منا في الاخلاق وفي التربية وفي التوجيه نسأل الله تعالى ان يلهمنا وإياهم الصبر وأن يرزقنا وإياهم التمسك بالمثل العالي المثل العالي مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصبر وفي الأخلاق وفي المثل العليا نقول هذا الكلام أيها الأحباب الكرام في أفق أننا نركز على القيم الأخلاقية لننتج إن شاء الله تعالى جيلا في المستقبل القريب يكون أفضل منا من حيث المبادئ والقيم والأخلاقيات ليرفع لواء العلم الوطني ويرفع قيمة هذه الأمة الإسلامية ويكون منتصرا للمبادئ الإنسانية إذا نبقى مع فاصل ثم نعود لنستقبل مكالماتكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة